بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي طلاب طلاب المرحلة السنوية الصف الثاني السنوي. فحييكم معكم المسر احمد محمد النبوي من منصة البس مباشر تحت رعاية وزارة التربية والتعريم. النهاردة هنستكمل منهج الرياضيات البحتة للصف الثاني السنوي. هنستكمل الدرس الاول وهو درس الدول الحقيقية. درس الدول الحقيقية. طبعا المرة اللي فاتت او الحصة اللي فاتت. قلنا تعريف ما هي الدلالة الحقيقية. وازاي نجيب مجال الدلالة الحقيقية وشرحنا الدلالة المعرفة باكثر من قاعدة وازاي نرسمها وازاي نجيب المدى. النهاردة عن نستكمل الدرس الاول لان الدرس الاولي فيه اكثر من المفهوم. المفهوم الاول هو مفهوم العمليات على الدول. طبعا العمليات احنا عارفينها اللي هي الجامعة والطرف والضرب والقسمة. اه تاني حاجة نتعرف على ايجاد مجال الدول من خلال العمليات اللي هو مجال المجموعة الفرق هو حصل الدرب وناتج القسمة ازاي نجيب مجال اه الدول بعد اجراء العمليات عليها. وبعد كده عندنا حاجة مهمة هو اللي هي الدلالة التركيبية. نتعرف على الدلالة التركيبية. طبعا هنتدرب على امثلة مختلفة عليه. آآ عندنا اول مفهوم هو مفهوم العمليات على الدواء اللي عندي ايه? يقول لي ازا كانت دال واحد ودال اتنين دالتين آآ مجالهما ميم واحد ومئة اتنين. يعني عندي دالتين معرفتين وعندي المجال بتاعهم معلوم. فان دال واحد زائد او ناقص دال اتنين سين. في السابق دالت واحد سين زائد او ناقص دالت اتنين سين. يعني في المجموع لما نجمع دالتين هنجمع الدلال اولا والتاني او الطرح هنطرح الاولى ناس الثاني. اما المجال بتاع المجموع والفرق او المجموع وناتج المجموع وناتج الطرح هو ميم واحد تقاطع ميم اتنين يعني المجال الاول تقاطع المجال التاني. يعني عندي المجال الاول اسمه ميم واحد والمجال التاني ميم اتنين هنجيب الجزء المتقاطع بينهم او الجزء المشترك بين المجالين. يبقى مجال المجموع ومجال الفرق بيساوي تقاطع المجالين. طيب هنا حصل الدرب اللي هو ده الواحد فيه ده الاثنين. طبعا هنا فيه ممكن نعملها ضد. يعني نقطة كده. ده اسمه ضرب. ده الواحد فيه ده الاثنين ده اللافسين. بيساوي ده الواحد سين في ده الاثنين سين. نضرب الدلتين ضرب عادي. ومجال حصل الدرب بيساوي تقاطع المجالين. يبقى عندي هنا المجموع والفرق وحصل الدرب الثلاثة. طريقتهم واحدة هي ايجاد مجال المشترك للدلتين في حصل الدرب. والمجموع والفرق هو المجال المشترك او ميم واحد تقاطع اثنين. بعد كده عندي العمليات الرابعة هي القسمة. لو عايز نجيب ده الواحد على ده الاثنين سين. اللي هو بيساوي ده الاثنين على ده الاثنين سين. اللي هو خارج قسم الدلتين. بيساوي. المجال المشترك فرق مجموعة اصفار المقام. طبعا فيه ده الاثنين. اللي هي بترمز لاصفار المقام. فيه ده الاثنين مجموعة اصفار ايه المقام. واللقاء دي احنا خدناها المرة اللي فاتت. وخدناها قبل كده في تالت اعداد ينحل ومناسب دلتين. فلازما المجال المشترك هنحزف اصفار المقام. يبقى المجال المشترك هو ميم واحد تقاطع ميم اثنين. فرق مجموعة اصفار المقام. طبعا احنا نجيب المجال المشترك معناه ايه? ان سين موجودة في الدلة الاولى. وفي نفس الوقت الموجودة في الدلة التانية. يبقى ده من تسميه المجال المشترك او تقاطع المجالي. اه ملاحظة بسيطة في جميع الحالات السابقة مجال الدلة الجديدة يسوي تقاطع مجالي. ده الواحد والدال اثنين بالسلسنة على القائمة التي تجعل دال اثنين بتسوي اه صفر في عملية الايه? القسم يعني دائما احنا نجيب المشترك. اللي هو التقاطع في كل الحالات. وعادة في القسمة بنحذف بس منها اصفار المقام. اول سؤال عندنا. ونركز بها عشان نبدأ نحن لو نطبخ اللي احنا. المفهوم اللي احنا خدناه. المفهوم الاول اللي هو ازاي نجيب مجال مجموعة وحصل ضربه اخر قسمة او الفرق بين دالتين. كل دالتين بيسوي سين تربية ناصة اربعة. ره سين بيسوي جزر سين ناصة واحد اوجد مجال كل من الدول الاتية. ده زائد ره دول مجموع. ديل فيه ره اللي هو حصل ضرب دال على ره وره على ديل. طيب الاول هنا دال واحد هو مقليش مجالها. بس هنا خدنا المارأة اللي فاتت ازاي نجيب مجالها. مجال دالتين. دالتين. يدلت كسيرة حدود من الدرجة الثانية. يبقى مجال دالتين. يسوي لأنها دلة كسيرة حدود ونحن قلنا المرة اللي فاتت دلة كسيرة الحدود مجالها هو على طول رئيس سين ده جذر التربية مجال رئيس سين هناخد الجزء اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي صف سين نقص واحد اكبر من او صف يبقى سين اكبر من او ويساوي واحد مجال رئيس سين ده سين نقص واحد اتهبعد من او صف يبقى رئيس سين ساوي الفترة المغلقة من واحد الىة وقال انت قلنا المنعين نقص واحد لعندنها اسر اهدي عام السين اكبر من او يساوي واحد مجال الحقيقiva الحقيقية الاكبر من او تساوي واحد فترة المغلقة من واحد الى ملنها مفتوحة عندي هنا كم مطلوب واحد اثنين ثلاثة دولة واربعة اول حق schauen ده المطلوب الأول مجال دال زائد را هنجيبه زي تقاطع المجالين تقاطع المجالين يبقى ح تقاطع من واحد إلى ما لناها طبعا الفترة من واحد إلى ما لناها يبقى التقاطع حيدينا من واحد إلى ما لناها فهذا كده وأنا مغمض كده حصل الضرب هو نفس القاعدة بتاعة المجموع والفرق طبعا تقول لي ما فيش فرق مش مهم احنا كده كده مش هنجيب الفرق وهو بيسوي مجال المجموع وحصل الضرب اللي هو واحد وما لناها ما ده المطلوب الأول وده المطلوب الثاني المطلوب الثالث مجال دال على راه دال على راه معناها ان احنا هنجيب الجزء المشترك فرق أصفار المقام اللي هي جازر السين ناس واحد فبقى الجزء المشترك مجال دال على راه بيساوي من واحد إلى ما لناهاية فرق أصفار المقام اللي هي فرق المجموعة واحد فيها تسوي الفترة المفتوحة من واحد إلى ما لناها جات ازاي الفترة من واحد إلى ما لناهاية فترة مغلقة من عند الواحد هنحزف الواحد اللي هو أصفار المقام يبقى الواحد هتوبه مفتوحة بعد كده المطلوب الأخير مجال نريها على دال هتسوي الجزء المشترك هو واحد إلى ما لناهاية فرق أصفار المقام أصفار المقام هنا اللي هي دال أصفار الدال هنا هنجيبها ازاي هنحلل الدال سين ناس اتنين وسين زائد اتنين كده يعني سين زائد اتنين وسين نخص اتنين يبقى أصفار الدال اللي هي دال هي المجموعة اتنين وسلب اتنين بعد يقول لي بس يمسر من واحد إلى ما لناهاية أصلا ما فيهاش سلب اتنين يبقى ازاي هنشيل منها سلب اتنين يبقى ممكن دي تكتب بطارية أبسط من كده وصح من كده يبقى من واحد إلى ما لناهاية هنشيل منها اتنين بس يجيبها للسؤال الثاني يقول لي اوجد القيمة العادية والسؤال ده مرتبط باللابلية عن نفس الدول هنكتب الدولة الثاني كده فويها عشان ايه نعوض دي تعويض حسابي ده اللي تسين كانت عندنا سين تربية نوع اس اربعة وراس سين كانت جزر سين نوع اسوا دي عبارة عن تعويضات حسابية بسيطة ده لزا ادريه خمسة ده لزا ادريه خمسة يعني معناها هنجمع الدلتين ونعوض عن السين بخمسة هنكتب كل واحدة تحتها كده ايه ده لزا ادريه سين هتساوي سين تربية نوع اس اربعة زا ادريه سين نوع اسوا نحط مكان السين خمسة دال زا ادريه دال زا ادريه دالت خمسة هتساوي حط مكان السين خمسة طب بخمسة وعشرين نوع اس اربعة وانا زا ادجز خمسة نوع اسوا طب دي واحد وعشرين ودي باتنين يبناتك حيساوي تلاتة وعشرين طبعا ده تعويض حسابي بسيط اه السؤال اللي بعاديه دال ره اتنين طبعا او النقطة دي طبعا حصل الضرب بتاع الدالتين عايز سين تربية نوع اس اربعة في جزر سين اسوا وعايز دال ره اتنين مضحة في المعطى يحتوي تساوي صفر على طول ليه يا مست بسرعة كده لان اتنين قس اتنين باربعنا اصار اربعة صفر فلما نضربها في الجزر مهما كان قيمة الجزر حيبقى صفر في اي عدد بي بصفر على طول اه طبعا في نقطة مهمة هنقوله عليها لازم الخمسة تكون تنتمي للمجال المشترك اللي هو مجال المجموع ولازم تكون اتنين تنتمي للمجال المشترك فلو رجعنا مرة تانية المجموع مجاله ايه من واحد الى ملانها فحصلت ضرب مجاله ايه فالنقطة تندل ينتميان الى اللي هم خمسة والاثنين ينتميان الى المجال او كلهم منهما ينتمي الى مجال المجموع وحصلت ضرب دال علا ره اه تلاتة دال علا ره اللي هي خارج قسم الدلتين دال اللي هي سين تربية نائس اربعة على جزر سين ناس واحد. برضو التلاتة تنتمي الى المجال. تبه تلاتة اقصد اتنين بتسعة اقصد اربعة على جزر. اه تلاتة. ناقص واحد. وانا تبه خمسة. على جزر اتنين. اخر واحدة. اه خارج قسمة ريه على دال. خارج قسمة ريه على دال دلت سليب اتنين. انا عندنا ريه على دال. المجال بتاعها اللي هو الرابع. كان واحد الى ما لا نهاية. فرق اتنين. يعني الاتنين لا تنتمي الى المجال. احنا قلنا لازم ان تكون النقطة تنتمي الى المجال. طب السليب اتنين اصلا اسف لا تنتمي الى المجال. مش اتنين دي سليب اتنين. هو اتنين برضو لا تنتمي الى المجال. يبقى معنا سليب اتنين لا تنتمي الى المجال. يبقى اذا ريه على دال دلت سليب اتنين غير موجودة. يقول له كده بما انه ده انا عايز نبين هلو يعني سالب اتنين لا تنتمي للمجال ازا ره على دل دلت سالب اتنين غير طبعا هنرجع تاني العمليات بس بعد ما ناخد الدلات تركبية عشان يبخد النظري او الجزء اللي علينا النهاردة وحناخد بقى تمارين عامة وكمان هناخد جزء على الدلة اللي هي المعرفة باكسر من القاعدة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت عشان قلنا هناخدها عليها تمارين كتير عشان نتضرب عليها ما هي الدلة التركبية الدلة التركبية فاكرتها بسيطة جدا ان انا بيبقى عندي دلتين ومنعوض في دلة جوه دلة تاني يعني ايه والي ازا كان مدى الدلة دال تقطع مجال الدلة له يعني في جزء مشترك بينهم فانه يمكن استنتاج دلة جديدة عين تتركب من الدلتين السابقتين عين تساوي ريه تركيب دال وتقرأ ريه تركيب دال او ريه اه بعد دال حيث تطبق الدلة دال اولا ثم ريه ويكون عين سين بتساوي ريه تركيب دال سين واحد يقول له مصر او شهم حاجة ايه ده دي معناها ايه ان انا حيكون عندي دلتين ريه ودال وعشان نركب ريه تركيب دال معناها ايه ان انا هنعوض جوه ريه لدال سين يعني دال سين دي اكيد هتوبها دلة فيها رموز يعني نعوض يعني نشيل سين في الدلة الاولى ونحط مكانها الدلة التانية نشيل سين في الدلة الاولى ونعوض مكانها بالدلة التانية انا كده جبت دلة تركيبية يعني احطيت حاجة مكان جوه حاجة تانية ركبت دالة جوه دالة طبعا ممكن نرمز لها بالرمز ريه تركيب دال سين او ريه بتساوي دالة السين ايه دي باين اكتر هنجي في الدلة الاولى اللي هي ريه ونعوض مكان السين بدلة سين طبعا هنفهم اكتر لما نحل السؤال الاول لو ركزنا كواس في السؤال الاول وفهمنا هنلاق باية العسلة كلها شبهها لانها هنمشي بنفس السسم او نفس الطريقة والي اذا كانت دالة سين بتساوي سين قصة اتنين زايد ستة او ريه سين بتساوي تلاتة سين اوجد دال تركيب ريه تلاتة ثم ثانيا حدد قيمة سين التي تجعل دالتركيب ريه سين بتساوي اتنين واربعين وهنا هنعمل حركة الاول تسهل الحل في الجزء مع بعض اللي هي هنعمل تركيب الدلة تركيب الدلة ازاي دال تركيب ره سين يساوي احنا قلنا هنجي في الدلة الاولانية ونعوض فيها بالدلة التانية انا عندي الدلة الاولانية سين تربيع زايد ستة فحنشيل سين ديت ونحط مكانها ايه الدلة التانية كلها اللي هي ثلاثة سين والتربيع زي ما هو والستة سابط بره يبا انا شلت السين ديت وعوضت مكانها بايه بره سين كلها هنقول لي طب يفرض فيه اكتر من سين في الاولى عادي بقى انا عوض في كله نعوض في كله نشيل مكان السين ونحط مكانها ره سين نشيل سين في الاولى ونحط مكانها ره سين طيب ممكن نفكها او نبسطها هتوبها تسع السين قس اتنين زايد ستة بديه دال تركيب ره سين بعد كده هو عايز دال تركيب ره سين تلاتة يعني عوض عن سين بتلاتة يبا دي دال تركيب ره تلاتة يبا نحط مكان سين تلاتة يبا تلاتة قسطين بتسعة تسعة بتسعة بواحد وتمانين وستة يبا سبعة وتمانين نركز في السؤال الاولين او انا لو فهمنا السؤال الاولين هتلاقي كله بعد كده زيه بالنسبة للدالة التركيبية اول حاجة منشيل السين في الاولى ونقعد مكانها بالدالة التانية المطلوب التاني بيقول لي حدد قيم سين التي تجعل دال تركيب ره السين بتسوي اتنين واربئة احنا جبنا الصورة النهائية او ابسط صورة لدال تركيب ره اللي هي تسعة سين تربيع زايد ستة ده المطلوب التاني يسوي كام اتنين واربئة اهي معطا معطا اهي دي الدالة التركيبية اللي انا جبتها اللي انا ده لتركيب رهسي هنبسط بقى ونحل المعادلة تبقى تسعة سين تربيع هتسوي اتنين واربئين ناس ستة اللي هي ستة وتلاتين على التسعة هتسوي اربعة هنجيب الجزر التربية عشان اضعها التربية ده بسين هتساوي سالة بقى مجاب كانت اتنين اه هنرجع تاني هناخد بقى تمالين مختلفة على العمليات وعلى الدالة التركيبية لان احنا هنرقس عنهم النهاردة وبعد كده برضو هناخد ايه مساء المختلفة على كل الدرس قولي ازا كانت دال واحد معرفة من حق الاحق حق الاولى ديت هي المجال وحق التانية هي المجال المقابل اه ودال واحد سين اللي قعدة الدالة الاولى تلاتة سين زي ايه نقص واحد تلاتة سين زي ايه نقص واحد والدالة التانية معرفة من سالب اتنين الى تلاتة ده المجال الاحق اللي هو المجال المقابل وده الاثنين قاعدتها اتنين سين زائد اربعة. واللي في اوجة ده الواحد زائد ده الاثنين سين وده الواحد نقص ده الاثنين سين مبينة المجال كل من هم. يبقى عندي ميم واحد هنكتبها جنبها كده. ميم واحد هتساويها. وانا ميم اتنين اللي هو المجال التاني هتساوي سالب اتنين وثلاثة. ماشي كده? طيب ده الواحد زائد ده الاثنين هنعمل ايه? هنجبعهم جمعة عادي خالص ده الواحد زائد ده الاثنين. ده اللي في سين هتساوي تلاتة سين نقص واحد زائد اثنين سين زائد اربعة. هنبصتها. لابست صورة هتطلع كام تلاتة سين زائد اثنين سين هتوب بخمسة سين. واربعة سلحة التلاتة يبقى ابصت صورة خمسة سين زائد ату. هنا المجال عندي المجال الاول هه المجال التاني من سلف اتنين الى تلاتة يبقى المجال حيساوي المجال المشترك بينهم او التقاطع بين الاثنين. سلب اتنو ثلاثة جزئية منحه. يبقى التقاطع حيساوي اذا المجال الجزء اللي هو جزء منحه يبقى تقاطع ودينا الميم اتنين على تول. الجزء الثاني والمطلوب الثاني دالع اثنين غدال واحد أسف نقص غدال اثنين دالب ثنين غدال واحد نقص غدال اثنين ثلاثة سين نقص واحد نقص غدال الثنين يمكن hungry 2union ثقائية ونقص غدة نقطة晋 ثلاثة نقص غدلها نقص غدال واحد سين وسلب واحد وسلب اربعة تبه سلب خمسة وهنا المجال هو نفس مجال المجموع اللي هو من سلب اثنين إلى ثلاثة مولا. نجي بعد كده لليه السؤال اللي بعد عندنا انا بقول ليه اذا كان ده الواحد سين بيساوي سين زائد اثنين ومجاله ده الواحد سلب ثلاثة واربعة مجال معط على طول وده الاثنين سين بيساوي سين قصة اثنين زائد اثنين سين ومجال ده الاثنين بيساوي سالب واحد في لها ثلاثة. هو جده الواحد زائد ده الاثنين سين وده الاثنين ناس ده الواحد سين وده الواحد على ده الاثنين سين وده الاثنين على ده الواحد سين مبينا المجال. يلا نشتغل بقى عندنا كم مطلوب كده اربعة اول واحدة ده الواحد زي الدلة اثنين حنجمع دلتين مع بعض. جمع جابري عادي يعني. ده الواحد زي الدلة اثنين. يعني نجمع قاعدة الدلة الاولى زي قاعدة الدلة التانية. اللي هي بتسوي. سين زي زي دتنين زيد سين تربية زي دتنين سين. ابسط صورة لها هي سين تربية زائد ثلاثة السين زائد اثنين. جمعنا السين بس مع بعض اللي هي الحدود المتشابهة. سين قس اثنين نزلت زي ما هي. واللي اثنين نزلت زي ما هي. يبقى ابسط صورة للمخدار. هو سين تربية زائد ثلاثة السين زائد اثنين. ما هو حصل اللي يجمع يعني. طب عايزين بقى نجيب المجال بالمرة. المجال هو الجزء المشترك بين الدلتين. المجال هو الجزء المشترك. ايه المشترك من سلب اه تلاتة اربعة الى. الفترة التانية من سلب واحد الى ثلاثة. لو انا مش عارف نجيبها. نرسمها كده على شط العدد. ادي سلب تلاتة. وادي اربعة. الفترة الاولى والمجال الاول. المجال التاني من سلب واحد الى ثلاثة. واضح الجزء المشترك هو بيم اتنين اللي هو اه السلب واحد وثلاثة. التقاطع. والمجال ستساوي سلب واحد وثلاثة. نقص هذا الواحد ستساوي على طول. نكتب هذا الاثنين سين تربية. زاد اثنين سين نقص سين نقص اثنين. ستساوي سين تربية زاد سين نقص اثنين. المجال هو نفس مجال المجموع. وهو سلب واحد وثلاثة. قالت قسمة ده الواحد على ده الاثنين ده الواحد على ده الاثنين هتساوي. ده الواحد لاسين زاد اثنين. على ده الاثنين لاسين تربية زاد اثنين سين. ممكن نبسط المخدر. هناخد سين عام المشترك في المقام. سين زاد اثنين. وسين زاد اثنين في البسط زي ما هي. هنضع ده مع ده. هنبقى ابسط صورة. واحد على سين. المجال هو نفس المجال المشترك بس هنهزف منه اصفال المقام. اللي هم صفر. وسلب اثنين عشان ما ننساش. لازم نهزف اصفال المقام. لو في اصفال مش موجودة جو الفترة يبقى مش موجودة لانها كده كده مش موجودة. المجال هو المجال المشترك من سلب واحد الى ثلاثة. من سلب واحد الى ثلاثة. فرق اصفال المقام اللي هم صفر وسلب اثنين. سلب اثنين لا تنتمي الى الفترة. يبقى حسفها مش مفيد او مش هينفيد ولا يدور. يبقى حنهزف بس الايه. الصفر بس. يبقى من سلب واحد الى ثلاثة فرق المجموعة صفر. اخر واحدة ده الاثنين على ده الواحد هتوب بسين تربية. زائد اثنين سين. على السين زائد اثنين. هنحلل برضو زي اللي فاتح. هناخد سين او مشترك هتبقى سين زائد اثنين على سين زائد اثنين. هتبقى سين. ونهزف اصفال المقام اللي هي سلب اثنين. طبعا سلب اثنين مش موجودة اصلا في المجال المشترك اللي هو ده. يبقى حنكتبه زي ما هو. لان السلب اثنين مش موجودة او لا تنتمي. للايه. للفترة. يبقى المجال زي ما هو سلب واحد وايه. او ثلاثة. لان انا كده كده مش هنعوض في الدلة. في سلب اثنين. لان احنا قلنا لما نعوض لازم نعوض بنقطة موجودة في المجال. فكده كده السلب اثنين مش موجودة في المجال اصلا. نرجع تاني من الدلة اللي هي التركيبية. معنا سؤال تاني حالو برضو. يقول لي اذا كان دلت سين بتساوي واحد على السين. وراح السين بتساوي السين زي التلاتة اوج الدال. او دال تركيب راح السين. واره تركيب دال سين. وحدد مجال كل منهما. دي مهمة بقى حدد مجال كل منهم. هنجيب هنا الدلة ونشوف ازاي انا نجيب المجال بتاع الدلة التركيبية. هنقول القاعدة بتاعتها على طول دلوقتي. دال تركيب راح السين يساوي. بنيجي في الدلة الاولى اللي هي ده السين. والعوض مكان السين بالدلة التاني اللي هي راح. وبقى واحد على سين زي التلاتة. المجال بقى نجيبه ازاي. نجيب المجال من الدلة الناتجة. اللي هي واحد على سين زي التلاتة. نجيب مجالها. تقطع الدلة التانية اللي هي ده هي. نجيبها لان الدلة التانية لازم تكون موجودة. ولازم من الدلة الناتجة تكون موجودة إذا بم نجيبها من الدلة الناتجة إنها دي كده والدلة الثانية التقاطع المجال بتاعهم فهنا المجال بتاع الدلة اللي هي النتجة حافر أسفل المقام اللي هي حافر فرق السلق ثلاثة ودي حافر بالتقاطع بتاعهم هو حافر فرق السلق ثلاثة بس كده لما ده المطلوب لأهو رأي تركيب دال هتساب رأي تركيب دال يعني في الدلة رأي ونعود مكان السين في دلة سين هتوبة واحد على السين زائد ثلاثة هنا المجال هيساوي فرق أسفل المقام اللي هو صف ونجيبها من الدلة اللي هي النتجة اللي هي ديت والدلة التانية في التركيب الدلة التانية في التركيب اللي هي دال اللي هي دي فدي كده كده مجالها حافر قسف ودي مجالها حافر قسف وبتقطعهم هيساوي حافر قسف طبعا بعتها شكل الدلة والمجال اللي هم المطلوبين دي اللي السؤال اللي بعده ده السؤال برضو على تركيب الدول اللي بيقولي إذا كان ده اللي السين بتساوي السين قسف اثنين ناقص ثلاثة وره السين بتساوي الجزر السين ناقص اثنين اوجد دال تركيب ره السين في أبسط صورة محددا المجال ثم اوجد دال تركيب ره ثلاثة طيب احنا الاول هنجيب التركيب وبعد كده نشوف المجال دال تركيب ره السين هتساوي يعني في الدلة الاولى ونعوض مكان السين براه يعني مكان السين هنا نحط ره هتوبى جزر السين ناقص اثنين قس اثنين ناقص ثلاثة طبعا القس اثنين هضيع الجزر هتبقى السين ناقص اثنين اللي هو القوس ويمكن نفك القوس كمان قس ثلاثة توبى السين ناقص خمسة هنا عشان الدلة دي تكون موجودة يبقى المجال بتاعها هه من هنا لكن ره السين هنا مجالها ايه لانها لازم يكون الدلة التانية كمان موجودة ره السين مجالها ايه ده جزر تربيع يبقى لازم يبسين ناقص اثنين اكبر من او سوى صف يبسين لازم تكون اكبر من او سوى اثنين المجال بتاعها هتساوي من اثنين الى ما لا نهاية ليه بقى لان انا متخيلت ان انا جيت نعوض في الدلة التانية باي رقم اقل من اثنين عاديت لها غير معرفة طب لو هي غير معرفة ينفع نعوض بيها في الدلة الاولى ولا مستحيل اكيد طبعا مستحيل لان انا غير معرفة فلازم يكون ان الرقم اللي انا هنعوض بيه في الدلة التانية الاول هو رقم اكبر من او يساوي اثنين بالمجال يساوي الفترة المغلقة من اثنين الى ما لا نهاية هو بعد كده عايز اه ده التركيب راه تلاتة يبقى هنعوض ما كانسين هنا بتلاتة ده التركيب راه تلاتة يبقى هنصري تلاتة نايس اه خمسة هنصري كام سالب اثنين ده التركيب راه تلاتة لها تلاتة تانية في الحساب يعني لا انا هنحسب بس يعني ان هو طلب مني هنا مطلوبين في الاول قال لي اوجد التركيب في ابسط صورة بعدين اوجد المجال بعد كده قال لي الحساب طيب افرط هو طلب مني الحساب على طول هل انا لازم ان نكتب كل الخطوات دي ولا ممكن نجيبها فترة تانية ممكن نجيب راه تلاتة هتساوي الجهاز واحد اللي هو تلاتة ناقص اثنين بواحد وبعد كده نعوض بواحد ده اللي هو ره ثلاثة بالدلة الاولى يبقى واحد ناقص ثلاثة هتساوي كام سالب اثنين دي ممكن نعبر عنها ازاي اللي دالتة الكيبرا اللي دال دلت ره ثلاثة هتوب دلت واحد انا جبت ره ثلاثة طلعت بواحد وبعدين جبت دلت واحد هتطلع بكام بسالب اثنين يعني جب دلت ره ثلاثة ره ثلاثة اهي واحد هتجي نجيب دلت واحد بالتعويض هنا تطلع لي سالب اثنين اللي هي النتجة يعني هم كان من اعملش كل الخطوات دي لو هي حساب بس هنرجع بقى للدرس بتاع المرة اللي فاتت وحناخد عليه السؤالين كده احنا قلنا المرة اللي فاتت عشان المادة بعض الطلبة بطبع مستصعبات شوية او بطريقة اخرى بل احتاج تدريبات كتير عليه لغاية ما نتقنه او نعرف طريقته وحن قلنا هنعيده المرة الجاية او ناخد عليه تعمالين المرة الجاية دي اسمع دل معرفة باكثر من قاعدة اسمع دل معرفة باكثر من قاعدة دل السين بالساوي سين تربية زاد واحد من السين اكبر من او الساوي سلاب تاتة واقل من السين تعال على طول نرسمها هنقسم محور السينات ومحور الصادات ادي واحد اثنين تلاتة باع خمسة ستة سبعة تمانية تسين وعشر عندي هنا دلت سلب تلاتة هدي سلب واحد سلب اثنين سلب تلاتة بالتعاويد المباشر سلب تلاتة قصة اثنين بتسعة زاد واحد عشر يبقى سلب تلاتة وعشر ادي نقطة اهي بعدين سلب اثنين قصة اثنين باربعة واحد خمسة يبقى سلب اثنين مع خمسة بعدين سلب واحد اثنين بواحد واحد اثنين يبقى سلب واحد مع اثنين اخر نقطة صفر واحد وان المرة اللي فاتت صفر واحد لا تنتمي للفترة يبقى هنعمل عندها دائرة مفتوحة ونوصل بينهم منحنة اللي هو منحنة الدلة التربعية بس جوزه ده بس ونعمل دائرة مفتوحة عند ايه صفر واحد الدالة التانية دالة خطية ما ادريه الاولى هنعود عن سين بصفر يبقى صفر زاد اثنين باثنين يبقى صفر مع اثنين مولاقة وواحد وثلاثة واحد وثلاثة واثنين واربعة واخر نقطة ثلاثة مع كام خمسة ايه نرسمها قطع مستقيمة كده نرسمنا الرسم البياني للدل عبارة عن منحنة اللي هو في الربع الثاني في طبعا محور السينات سين سين شارطة هذا محور الصادات صاد صاد شارطة وانرسم السنتج المدى المدى هنا هنعطيكم فرصة لمدة نص دقيقة تجيبوه المدى منجيبوه ازاي المدى منجيبوه من اقل نقطة لعلى نقطة على محور الصادات نقولنا المدى منجيبوه ايه من الصادات اقل نقطة عندنا كام وعلى نقطة عندنا كام لهاية الفترة عشرة كبه المدى هو هنا ما طلبش المجال لو حابنا نجيبوه ماشي كتدريب بس يعني عندي هنا في جزء مرسمتوشي اللي هو صفر ده الجزء ده ستطعة مستقيمة من صفر الى ثلاثة المدى على الصادات واحد مفتوحة وعلى نقطة عندي اللي هي عشرة اهي بس عشرة دي ايه مولا بل مدى من واحد الى ايه الى عشرة وعندي هناك جزء ده قطع مستقيمة من صفر الى ثلاثة على الصادات ومن اثنين لخمسة على الصادات وهنا ده مرحلة الدلة التربائية اه من السلق من واحد الى عشرة واحد مفتوحة وعشرة ايه سؤال تاني برضو على الدلة هنا بيقول لي حدد مجال الدلة ممكن نتحدد المجال الدلة وحتى ما قدش رسمها المجال هنا هيساوي ايه قال لي حاجة عندنا في الصينات من ثلاثة اثنين الى اثنين اهي اتحاد من اثنين الى اربعة مولاق ايوبا من ثلاثة اثنين الى ايه اربعة انا هو ما عليش ارسامها وقال لي حدد المجال بس فجبنا له المجال طبعا انا انا مش من اختصر في الحل ولا حاجة بس دايما نعود نفسنا في اي امتحان في اي مادة نركز على المطلوب اللي هو عايزه ونجيبهه عشان كده يا بنا ايه اه خلصت الاجابة اللي هو عايزه او جبت له الاجابة اللي هو عايزه من غير ما نلف وندور ونتعب نفسي وندع الوقت لانا في بعض الطلبة ممكن يدعى الوقت او يستهلك وقت كتير في الحل فبالتالي طب السؤال بالنسبة لي مصعب وبعد كده هنا عندي السؤال سؤال اختياري احنا قلنا حنشوف اسألة اه تدربنا على شكل اللي انت حابقوا لي اذا كانت دال السين بساوي سين قصة اثنين زياد اربعة وره السين بتساوي كاف سين وكانت دال تركيب راه اثنين بتساوي اربعين فان كاف تساوي كامل وطبعا احنا انا هنعمل ايه هنجيب الاول الدالة التركيبية اللي هي دال تركيب راه السين قبل ما نعود ايه هنجيبها ازاي هنشي السين في الدالة الاولى ونعود مكانها بكاف سين فالدالة هتوب بكاف سين قصة اثنين زائد اربعة ده التركيب بعد كده هو بيقول لي سين باتنين اهي بعدها التركيب راه اثنين هتساوي سين باتنين اثنين كاف ستنين زائد اربعة بعد كده هنفك القص الصغيور ده اللي هو اثنين كاف ستنين هتساوي اربعة كاف ستنين زائد اربعة يساوي اربعين بس ونبدأ نحلها باكة معادلة عدية اربعين ناس اربعة هتساوي ستة وتلاتين على الاربعة كاف تربية هتساوي ستة وتلاتين على الاربعة فيها التسعة تبقى اثن كاف هتساوي جزر التسعة او جزر التربية التسعة اللي هو ايه سالب او موجب تلاتين او الايجابة دي او الايجابة رقم به يبقى انا عملت ايه عوضت عن الدلة التركيبية ده التركيب راه سين شلت مكان السين في الدلة الاولى وحطيت مكانها كاف سين بقيت كاف سين الكله اثنين زائد اربعة اه عوضت مكان السين باثنين على حسب المواطة يبقى اربعة كاف اثنين زائد اربعة البرة اللي هي السابت ديت بتساوي اربعين ده برضو مواطة الاربعين ديه تحلتها كمعادلة في الدرجة التانية بسيطة اربعين ناس اربعة ستة وتلاتين على الاربعة فيها التسعة يبقى كاف تربية بتسعة يبقى كاف بسليب او موجب تلاتة بص يعني عندي كان الفترات دي اسم فترات محددة هتقولي يعني فترات محددة يا مسر يعني لها بداية ولها نهاية فدي عمره ما تمتد الى ما لا نهاية يعني المنحنة ده امتى نقول ان هو اه خارج لما لا نهاية لو السين اقل من الصفر كلمة السين اقل من الصفر يبقى ملهاش نهاية الاتجاه السالب يعني هيتين طالع ماشي سالب في السينات كده وطالع فوق اه في الصلاة ديبتم باسمها فترة غير محددة يعني ملهاش نهاية لكن من الصفر الى ثلاثة دي اسمها فترة محددة يعني لها بداية ولا نهاية لها بدايتها او دية كمان اسمها محددة بداية دية لما نعوض عن السين با صفر هتوبها واحد اللي هي النقطة دي ولما نعوض بالسين بالسالب ثلاثة طب عشرة لما دي بدايتها ودي نهايتها اللي هي واحد مفتوحة وعشرة ولطة لما دي اسمها ايه اسمها فترة محددة يعني لها بداية ولا نهاية سؤال تاني بقول لي تعملين مجال الدلة ده السين بيساوي جزر خمسة نعص سين زائد سين نعص خمسة هو طبعا دول دلتين وفي بينهم علامة الجمع يبقى معناها هات مجال الاولى ومجال التانية وهات التقاطع ما بينه مجال الاولى خمسة نعص سين اكبر من او سوصف يبقى خمسة اكبر من او يساوي سين او سين اقل من او يساوي خمسة يبقى المجال هنا هيساوي ينسلم ما لنهاية الى خمسة مولا الثانية سيهناler э Dani receiptими أسخ أمسا أكبر مين أوساس سييني أكبر مين أوساوي خمسة المجال من الخمسة لما لانهاية الثاني تسلم ملال الى خمسة الثانية والثانية من خمسة إلى ما لانهاية فأنا نجلد المجلد في الجزء المشترك بين المجالين سيهم واحد تockضع يومين اثنين وتقضع في كم نقطة وتقضع في نقطة واحدة وهي نقطة كم خمسة فالجابة هنا جيم فالجابة هي المجموعة خمسة. عندي هنا سؤال على المجال بسيط يعني جل مجال الدلة ده السين بتسوي اربعة ناقسين. يبا هنا اربعة ناقسين. اكبر من او يسوي صفر. يبا اربعة اكبر من او يسوي السين. او سين اقل من او يسوي اربعة. يبا هي من سالب مالا نهاية. الى اربعة من سالب مالا نهاية الى اربعة. بس بخلص السالب مالا نهاية دي تكون ايه. بفتوحة كده. وهنا اربعة. موالاخ. السؤال الاخير بيقول لي اذا كان مجال الدلة ده السين بتسوي السين على سين تربية زاد كاف فهو حق فرق المجموعة سالب او موجب ثلاثة. يبا معناها هندول اصفل المقام. يعني معناها لو حطيت ما كان سين ثلاثة او سالب ثلاثة يبا المقام بصفر. لان احنا هنعمل نشيل ايه من الدلة الكسرية. اصفل المقام. فعود قيمة كاف. فنحط ما كان السين ثلاثة. تبا تسعة. زاد كاف يسوي صفر. يبا كاف هتسوي كام سالب تسعة. هتقول لي افرد مثلا انا اعطيت سالب ثلاثة هيطلع نفس الناتج برضو. يبا انا هنحط فرق السالب ثلاثة او موجب ثلاثة دية اصفل المقام. يبا لو اعطب ثلاثة او سالب ثلاثة بل المقام بيسوي ايه صفر. يبا تسعة زاد كاف يسوي صفر. يبا اذا كاف تسوي سالب تسعة. طبعا بنهاية التدريبات اللي احنا اخذناها النهاردة. نصل لنهاية الحصة. اشكر طلابي اللي تباوني وتفاعلوا معايا داخل الحصة. ويتمنى لهم التوفيق والتفوق. واشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.